عندنا معسكر المنتخب طبعا معسكر المنتخب الرجل كان مخطط أو كان طالب من اتحاد الكرة من المعسكر يكون معسكر خارجي ويكون فيه مباراة تانية مع منتخب بلجيك يعني المنتخب المصري يلعب في فترة التوقف دي مطشين لكن يبدو أنه قصة الاتفاق مع يعني كان مفترنه بيفكر يطلع على الكويت من بدري ومن هناك يلعب مطشو مع منتخب الكويت أو منتخب تاني يكون من المنتخبات اللي رايحة للمنطقة أخذوا بالكو فيه منتخبات كتير جدا جاية المنطقة قبل بداية كاس العالم هتروح في منطقة الخليج السعودية الإمارات الكويت عشان تستعد ويبقى الانتقال من وإلى قطر بعد كده عشان المشاركة في كاس العالم فبالتالي فيه منتخبات كتير جدا هتكون موجودة في المنطقة في الوقت ده وكلهم أو أغلبهم هياخدوا مباريات ودية استعدادا للبطولة احنا من حظنا بلجيك بس بلجيكا دلوقتي غير بلجيكا اللي احنا قبلناها قبل كده الراجل استقر على أنه الجزء الأول من المعسكر اللي هو هيبتدي من 7 لغاية 11 مش هيسافر هيقضيه هنا في القاهرة وهيتخلله مجموعة من التدريبات للمجموعة اللي تم اختيارها بعد كده تكون رحلة السفر بقى عشان مواجهة بلجيكا اللي قبلناها قبل كده مش عارف فيه قبل المطشين دول هل قبلنا بلجيكا قبل كده لا لا ما عنديش معلومة زماني يعني لكن اللي انا شفته وحضرته مطشين واحد تحت قيادة الجنرال الجوهري وده كان برا مصر وفازت فيه مصر بنتيجة قعد صفر هدف طبعا حزم امام الشهير نواة المنتخب ده كان سنة 99 كان بعد فوز مصر ببطولة افريقيا بوركينا فاسه في سنة 98 لعبنا المطش ده كنا ابطال افريقيا وكان بداية ظهور جيل المنتخب المصري الأولمبي الفاز بالبطولة سنة 95 حزم امام عبدالسطار صبري سامي امصان علي مهر اتدوا بقى يوصلوا لمرحلة النتجو وادروا مع الكبار ياخدوا بطولة افريقيا معهم ياسر ردوان عمارة حسام حسن طبعا بطولة ما تتنسيش يعني فانت لعدت هنا بشخصية البطا وكانت بلجيكا في التوقيت ده مش من المنتخبات الكبيرة قوي وقدرت انك تكسبها من نتيجة 1-0 اللقاء التاني بقى كان شو مصري عملنا شو كبير قوي واللقاء ده كان بقيادة كابتن حسن شحاتة بعدها بست سنين كلام ده 2005 بس المطش ده كان على ارضنا وبلجيكا برضو في التوقيت ده ما كانتش من القوى العظمى انا ليه بقول الكلام ده عشان نروح لملاحظة مهمة جدا لانه طبعا واحنا راحين نقابل بلجيكا الوقتي بلجيكا غير المطش ده بلجيكا شالت فيه اربعة من منتخب مصر طبعا هنا الجيل طبعا دخل فيه عماد متعم 2005 هتتكلم قبل بطولة افريقيا اللي هي 2006 لصدفتها القاهرة هنا طبعا عماد متعم واحد كان من نجوم المباراة مين ده مين ده عمر الزاكي ده عماد النحاس يعني نجوم منتخب مصر طبعا في التوقيت ده و2006 2008 2010 كان المنتخب المصري شخصية البطل وسيطر على افضل فترات مصر افريقيا في التوقيت ده على مستوى الاندية او على مستوى المنتخبات العشرة الاولى من الفيات الجديدة دي صالت الكرة المصرية وجالت على مستوى افريقيا بشكل كبير جدا لكن هل بلجيكا اللي احنا راح ينلعبها هيا بلجيكا اللي احنا قابلناها قبل كده بالتأكيد لا انت بتتكلم على واحد من اقوى منتخبات العالم واحد من المنتخبات حتى لو ما كانتش حظوظه كبيرة جدا في الفوز بالبطولة لكن واحد من المنتخبات المرشحة وبالتأكيد هتروح لمعيد بلجيكا بالكوكبة من النجوم الميرتنز وديبروينة وليوكاكو مش عارف لوكاكوها يلحق ولا لا بس يعني في النهاية هو واحد من العمدات الأساسية لمنتخب بلجيكا جندوزي تكلم زي ما انت عايز كل الحقيقة المنتخبات افراد المنتخب البلجيكي بيلعبوا فقام ده كبيرة جدا ودائما نجوموا على اعلى مستوى فاختبار صعب لروي فيتوريا واختبار صعب لمنتخبنا لكن هو السؤال بقى والملاحظة اللي انا عايز اوصل لها تتكلم 99 و2005 اخر مواجهتين جامعة مصر مع بلجيكا احنا ندخلين نهاردة في 22 في 20 سنة 20 سنة بس يعني ليه بلجيكا عملت الطفرة دي وازاي بلجيكا عملت النقلة دي انا بكلمكم على منتخب مش مصنف ومقولوش تاريخ اش بكلم على منتخب فرنسا اللي طول عمره منتخب قوي وند قوي ومنافس قوي بس بيحقاش القاب لكن طبعا عمل نقلة من 98 باردو بكلمكمش عن منتخب اسبانيا اللي هو طول عمره هولندا منتخب لازم تقول عليه من القوى العظمى في كورة القدم في العالم ما بيحقاش القاب اه وميفص بطولات كبيرة اه لكن دايما منتخب وقف على رجله ودايما فيه نجوم مهمة جدا ودايما منتخب قوي ومصنف بيوصل للبطولة وما بيوصلش دي قصة تانية لكن الناس دي عملت ايه في عشرين سنة عشان توصل لل اشتغلت وخططت وحضرت حطتك عندهم فيجين ان هما في يوم الايام يوصلوا لانه منتخب بلجيكي يبقى بالشكل ده انت من 2010 ل2012 مر عليك 12 سنة وانت تقريبا لو ما كنتش محلك سر يعني بتترجع الورق وانت تعتبر قوى عظمى على مستوى افريقيا انداء ومنتخبات يعني انت مش دولة جاية من العدم انت دولة عندها تاريخ وعندها اقدم اتحاد قري وعندها نجوم كسروا الدنيا بره وعندها اجيال حقاية بطولات اندية ومنتخبات كتير جدا فانت دولة مش هتبتدي من الصفر انت بس محتاج تحط قدام عينك اتمنى ان مشروع اللي تقال عليه مع روي فيتوريا يكون ناجح واتمنى الحقيقة ان الراجل يقدر يكتب تاريخ جديد مع منتخب مصر انه مصر تستحق ده بعد كده طبعا بعد فترة الاولى هنضم بقى لعبين المحترفين وبعد كده نروح لان شاء الله موجهة بلجيكا مباراة بينتظرها جماهير الكرة المصرية وكل التوفيق لمنتخبنا الوطن